اشتركوا في القناة من أجل بيحييكم من قناتكم المحضرة دائما بمشيئة الرحمن ويسعدني أن أكون معكم في لقاء القمة لقاء خارج التوقعات دائما تبقى دائما هذه المباريات خارج كل التوقعات تخت عنوان العنجهية الكروية من يستطيع أن يعني كلمته اليوم هذا هو السؤال سنستمتع النهاردة بمشيئة الرحمن كما توقعنا بإذن الله بمباراة حامية الوطيس على أرض الملعب نبدأ مع بعض اللقاء أرض الملعب جماهين ما فيش أكبر من كده ما فاضلش غير أنتوا تطلعوا لي كده وكده تطلعوا كل حاجة لغاية الوقت من وجهة نظري مش قادر يبتع تجارات حقيقية بشكل حقيقي وفعا بيدور بيدور عاجل عباة دا عمضي التاريخ شيء والنهاردة شيء تاني حان توفيق مع مين القدرة والقوة والصحة واللياقة والعفوة مع مين تبقى هي دين إجابة تغطر 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 يهدى تغطر تغطر bia اشتركوا في القناة 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 كل يمين انطلاقه وينتهي الشوت الاول وما زالت النتيجة تعادل بدون اهداف سيداتي يا نساتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية متحد شلبي يحييكم ويسعدني ان نكون معكم خلال احداث الشوت الثاني زي ما شفنا وتابعنا مع بعض احداث الشوت الاول ماذا سيقفش الشوت الثاني ده اللي احنا هنشوفه وانتبعه خلال احداث الشوت الثاني وهي دي وهبه وهبه في الحرابية من ناحي الشمال زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتجذبش ما يلايموش عالطورة بقول لحضراتكم ما فيش فرصة نفس اديني نفس ما فيش نفس لانه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا واللعيبة نقيا بعضيها بشكل منتاز حتى الان حتى هزي اللحظة وابا يا الهراب مش ممكن مش معقول كان هيلدغ الندغة اتك تك كممكن تبقى توب لكن سبحانك يا رب في الكرة اللي فاتي دي ليه كرة ما تطعش ابدا الا من جوه الشبكة تم مكانها الشبكة لكن سبحانك يا رب غريبة وعجيبة جدا جدا يعاني على الكرة وغربت 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 ضربة رأس روعة الروعة مش متخنفة لكن هجمات ملتهى الخطور ملتهى الخطور يزق كورتو لكن معكوا ترجع مرة ثانية على وسط الملعة تدخل متناول مسهلة جدا سدت سهلة 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 يمسكها بسهولة سلام لو مش منتهى الخطور قد يكون المنجد والمنقذ انطلاقها وفنساعة شخص المهارات والقدرات يا ولد العيد ياله قراب عدت بغرابة بغرابة حلوة 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 مسك راسه الحقيقة لكن كرة قريبة جدا جدا من الشبكة من الشبكة اول تغيير نازل بصحيته وعفيته ياخد تفاول من احدى البقاعة الحفية في الملعب عرضية حكيم ودي انطلاقها لوالد الشائر تسلم الكالم تسلم الكالم تسلم الكالم داخل وايه برشوت وهوبا سخارة والحاكم هيدي ايه ويدي ايه ضرب كذا يانحرام يانحرام وتركيز وهو طفل عيلي عليه يسلم عليك يا راجل ده انت احصابك ميتة يا بني ده انت واسد حقن البنجو ولا مرفين حلوة 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 ياه جميلة 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 تتحفى حلوة 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 احد المتقلقين الكبار دي عيني عمو ده انت احصابك ميتة يا بني ده انت واسد حقن البنجو ولا مرفين ترجع مرة تانية على وسط الملعب انا بقول الولد ده لما يبع عنده السبات الجميل ده بشكل جميل زي اللي انا شاكينه ده معناه ان الولد ده باسد الله عنده مستقبل جميل ينفقرار كريش كوز تلاتة كوز تلاتة هنفيش اجمل من كده يا راجل هو بو ينفقرار مش ممكن مش معقوب سكينة في جاتور كان لازم يحطها بشكل ادك من كده التغيير هيتم هنشوف هل التغيير ده كان هو الانسب وهل يحدث الفرق هنشوف ارجع واقول المباراة تحسن عندما تعبر الكرة خط المرمى داخل الشباك اخسب ده استحواز وما استحواز ما عنديش ابدا حوار عليه اه شكله لطيف وجميل لكن في النهاية المباراة ما بتنتهيش بالاستحواز وارتقاء روعة خلى الراجل يطلع الانزار من جيبه لكن قام زي نفيش حاجة ابدا في ثانية تلاقيه قام زي الفريرة بعد ما ياخد الفاول ويلبس الزبون ربما انزار او حتى ترتع اعندي شقة في نفسه واجبنا اقول شقة جميلة في نفسه جدا 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 او حتى واحدة من عابرات القرق مرة تانية نقلة والتانية ياسلام على الوامس يعقل حس عن التعادل ما هو بعيد عنه اقلاقه مع قوعة ما جلس تجير جدا بيتعمل مش مع الجيء مقتوعة مقتوعة ما جلس تجير جدا بيتعمل ويطلب على حكم سفارة نهاية أشهر الثاني والمباراة ونروح لجماليات المباراة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان مع تحياتي متحك شلم ترجمة نانسي قنقر